يا صباح الفل والجمال لكل متابعيني الكرام حبايب قلبي جايبالكم للنهاردة فيديو مقتطفات من خبز الكيتو بانواع مختلفة زي ما نشايفين ده كان خبز طحفة جدا طاري وطعمه كان حلو قوي قوي كان بدقيه اللوز والجبنة بجد الخبز ده كان عايزي اتاكل كده من غير اي حشو ولا اي حاجة احتفظت بيه كمان في الفريزر كان ننانجح انواع الخبز اللي عملته على القناة الخبز ده كمان خبز اقتصادي بدقيه السمسم حلو جدا وممكن تحتفظ بيه كمان في الفريزر حطيته لمدة اسبوع وعملته معاك ووريته لكم امتلج جهزت فيه فطاري كان من قيمت كم يوم الفيديو كان حلو قوي الخبز ده كمان كان خبز حلو جدا لانه بحشوات كنت حشية فيه شاورمة كان طعمه خطير حلو قوي قوي احشي لحمة مفرومة احشي الحشوة اللي انت حباها واحفظيه كمان في الفريزر وقت ما تحتاجي حتطلعيه حلو قوي قوي وكان زي من شايفين بصوا من فوق ومن تحت مستوي ومحمر وشكله صراحة كان يجنن وطعمه احلى واحلى زي من شايفين بصوا ومشبع جدا ومن باب التغيير عملنا مع بعض كمان انواع مختلفة من الخبز زي الخبز دوت كان خبز اقتصادي وكان بدقيق السمسم وحبوب حلوة قوي قوي وما خدش معاي وقت وكان نتيكتو جميلة جدا وتحفظيه برضك في الفريزر وكمان كان سهل الخبز الفوكاشيا عملناه مع بعض ده كان بجد حاجة كده اه طعم جديد ووصفة كانت طحفة بجده باكليل الجبل والطعم كان حلو قوي 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 يعني اتمنى تجربوه موجود على القناة قبز البورجر ده كان برضك من انجح انواع الخبز تحشي الحشوة لنجة حبية وزي من شايفين طعمه كان حلو قوي من انجح انواع الخبز كمان خبز السمسم ده ما شاء الله مشاهدته كانت عالية جدا لانه كان اقتصادي جدا وابتلت مكونات بس الفيديو موجود على القناة خشي وشوفي الفيديوهات هتعجبك جدا ومعظمها فيديوهات اقتصادية كلها للكيتو كمان زي من شايفين الخبز ده كان بدون دقيق خالص كان آآ مكون بسيط قوي الجبنة القريش وكان هاش وحشيته مربة احشي بيد احشي اللي انت حباه وزي من شايفين الدقيق كان هاش بس ليه تكتا كده في طريقة تحضيره شوفيه على الفيديو عشان يطلع معاكي بنفس النتيجة آآ خبز التورتيلة كمان عملناه بدقيق جزء الهند بجد كان طحفة وحلوة قوي يعني عامل زي الفتيرة كده وكان خفيف وكمان خبز الشباتي عملناه مع بعض ممكن تعمليه آآ زي من شايفة كده تحشيه اتمنى الفيديوهات تكون عجبكو شوفوها على القناة ترجمة نانسي قنقر